تتواصل العمليات العسكرية للجيش العربي السوري ضد تنظيمات الإرهابية في عدة محاور عمليات الجيش المتواصلة سجلت تقدماً شرق السلمية في ريف حماس شرقي حيث استعادت ثلاثاً نقاط في محيط طريق أثرية ولليوم الثالث على التوالي تتواصل اشتباكات الجيش السوري مع تنظيم داعش الإرهابي في منطقة البانوراما ومحيط الفوج 137 والمقابر جنوب مدينة ديرزور مصادر عسكرية أكدت أن الاشتباكات تزامنت مع غارات مكثفة للطيران الحربي وقصف مدفعي على تحصينات ومحاور إمداد التنظيم الإرهابي في البغيلية ووادي الفردة العمليات أسفرت عن إسقاط طائرة مصيرة للتنظيم في منطقة البانوراما ومقتل عدد من الإرهابيين وتدمير تحصيناتهم من جهة أخرى جددت المجموعات المسلحة خرقها للمذكرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر باعتدائها بقذفتين صاروخيتين على محطة تحويل النعيمة لطاقة الكهربائية شرق مدينة درعاه تحويل النعيمة لطاقة الكهربائية شرق مدينة درعاه